ما تلاقي شاكوش ومحترامي طبعاً لحسن شاكوش وغيره 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 وحمه بيكا بيطلعوا في مهرجانات ويغنوا باسم المصر المطرب المصري طب أنا 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 عايز أقول لك حاجة أنا عايز أقول لك حاجة زمان مثلاً كان أحمد عدوية طلع أغن السحة الدهس مش كده بس كانت الساحة مليانة بآلاف الأغاني المهمة جداً فالأصل هنا عندك الفن الأصيل وكان على الهامش مثل هذه الفنون فكانت المعادلة موزونة لكن دلوقت ما يبقى الساحة كلها الساحة الدهس نبوه ما فيش أغاني تانية فانت إيه بقى الهرب مقلوب وكأنه هو ده وكأنه هو ده الفن المصر يعني محتاجين بالفعل يعني نقدم الفنون الجديدة وفيه أصوات عظيمة جداً فيه أصوات كويسة بس الأعمالية محتاجة من ينفق على هؤلاء مين يقدر ينفق عليهم ويرعاهم ويحتضنهم ويقدمهم في حفلات ويقدمهم للجمهور أجيال لازم ده يطلع دي القوة النعمة المصرية اللي احنا محتاجين أننا نستعيطها من جديد أنت عندك يعني أنت خلال الجماعة اللي ظهروا في الستينات والسبعينات اللي هم المطربين والمثقفين والكتاب أنت استنفستهم في السنوات الأخيرة استهلكتهم يعني مفيش تعويض فأنت محتاج فعلا أن تبقى فيه كده رؤية استراتيجية لاستعادة أو لإحياء أو لإنعاش القوة النعمة المصرية وتبقى فيه مسابقات يبقى فيه ناس بس إيه بقى؟ يعني الطريقة جادة بقى يعني ما تبقى السد خانة تجول وتكتشف وتقدم الناس دي وترعاها وتقدم لها الدعم والمسندة وتحميهم عشان نيجي كده كمان سنة أو سنتين تلاقي فيه طوابير إحنا محتاجين فعلا إنت محتاج فعلا محتاجين ده محتاج تغير مود الناس إيه اللي بيغير مود الناس؟ الفنون زي الفريق القوم ده تغير مود الناس على مدى عشر تيام مثلا بقى المود محترم جدا صاح المود يعني في آخر مباراة كان شوية لكن لا يعني لكن تغير مود الناس والناس ده أنا شفت منظر في التلفزيون ده ناس كبيرة في السن وصغيرة وولاده بتاع برقص ورقص بلد محترم جدا وهم شايلين العلم وعملين الكلمة اللي بتتقال مصر 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 وناس عمالة تت الناس دي روحت كده مزاجها عال وروحت مبسوطة أما المنظومة تكتمل بقى القوة النعيمة في الرياضة القوة النعيمة في الفن القوة النعيمة في الصقاف القوة النعيمة في إحياء السمات الأساسية للمجتمع المصر السمات الأساسية للمجتمع المصر اللي هي ايه التسامح التعاطف التراحم العلاقات الطيبة ما بين المسلمين والاقباط في الاعياد وفي المناسبات ودي بدأت ترجع دلوقتي بدأت تبقى يعني ظهرة جدا في الاحتفالات وفي الاعياد وكده القوة النعمة في احتواء الاخر احنا عندنا قوة نعمة على فكرة ما بنركز على القوة النعمة انك بتصطدف في بلدك ستة مليون من الدول العربية الشقيقة عايشين معك لهم في معسكرات ولا 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 ده بالعكس دول عندهم تجارة وسوبر ماركت وبنشغل عندهم المصريين وكده دي قوة نعمة دي قوة مصر النعمة القوة النعمة المصرية في المصري اللي بيروح يشتغل في دولة عربية او دولة خاججية او دولة اجنبية ده راجل سفير بيحمل اسم مصر انت يعني البناء والتعمير والمشروعات الاقتصادية ماشية بسرعة باقي عناصر القوة النعمة مش بنفس السرعة فاحنا عايزين الاتنين تتوازن انتعرف بقى لو توازنوا الاتنين مع بعض بنفس السرعة ومشوا مع بعض لا ده احنا هن يعني البلد ده هتلاقيه يرجع تاني يعني هو ان شاء الله سمعتنا كويسه والبلد بدأ يرجع بس احنا عايزين بقى ايه يعني تبقى الثقافة المصرية والهوية المصرية احنا ما بنفس ثقافات حد والهوية حد ولكن تبقى ثقافتك وهويتك موجودة وفنونة موجودة وادابك موجودة والرسائل اللي بتطلع منك القوة النعمة المصرية في الاسلام الوسطي الاسلام الوسطي الاسلام اللي لا يعرف العمر ولا يعرف التطرف الاسلام اللي بيرعى حقوق المرأة وبيكرمها اعظم تكريم الاسلام اللي بيشجع على انك تحب بلدك وعلمك ونشيدك وتحب وطنك والدفع عنه ما يجيش بقى واحد متطرف وقال لك لا 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 الدفاع عن الاوطان ده بدعة وكل بدعة مين اللي قال لك ده فهنا مش عايزين اختلاط المفاهيم احنا عندنا سمات مصرية لهذا المجتمع سمات مصرية انت بتكسبها من جريان النيل جريان النيل النيل معنى ايه؟ معنى الخير معنى الهواء معنى اننا شعب متحضر مش شعب رحل قاعدين حوالي النيل بدينا الخير وان شاء الله ربنا هيحفظ حصتنا وهيحفظ كل حاجة يعني فدي هنا المنظومة اللي انت محتاج تشتغل عليها والاعلام يشتغل عليها وكلنا نشتغل عليه